بسم الله الرحمن الرحيم وينسي هذا الأمر الإنسان ما أعطاه الله في تعالى من نعمه يعني أعطك الله تعالى مالا عندما تنظر إلى من بلغ أكثر منك فإنك تنس نعم الله تعالى عليك ومن هنا يعيش الإنسان في حالة من الضيق وفي حالة من الشحناء مع نفسه هذه الشحناء تولد عند الإنسان عدم الرضا الإنسان لا يرضى رغم أن عنده نعم ولربما كانت نعم الله تعالى عليه أكثر من غيره بكثير لكنه دائما ينظر إلى من فوقه ومن هنا نصح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن ينظر إلى من هو أسفل منهم سيدنا أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى من تحته وأن لا ينظر إلى من فوقه يعني انظر إلى من هو أقل منك في الرزق حتى تعرف فضل الله تعالى عليك الإنسان عندما يبتلى بمرض فإذا نظر إلى من اشتد عليه المرض فإنه سيعرف مقدار نعمة الله تعالى عليه إنما مجرد ما يصاب ببعض الابتلاء أو لربما تعرض لحادث بسيط يعني يمكث أو يمنعه من الحركة إسبوع شهر مثلا فإنه يبكي ويحزن ويضجر ولماذا صلى الله تعالى ذلك هذا أمر مخالف لما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق أن عندنا من التصرفات عند الابتلاء ثلاثة أمور التصرف الأول هو الجزع الجزع يعني الاعتراض على أمر الله تعالى ورفض ما قدره الله تعالى والإنسان غير معترف بنعم الله تعالى عليه السابقة ولا ينظر إلى ما كان والإنسان شايف أن ربنا سبحانه وتعالى ظلمه ويعد يهذي الإنسان بكلمات لي وش معنى وربنا سبحانه وتعالى بيعمل فيي كده لي وأخذ مني كذا لي وعمل فيي أنا كده لي إلى غير ذلك من هذه الكلمات والحق أن الإنسان لو جزع عمره كله فإنه لن يعيد ما ذهب ولن يعيد ما ضاع وبالتالي إذا نزل أمر الله تعالى فإن جزع الإنسان نفذ أمر الله لكن عليه وزر الحل الآخر هو إن الإنسان يصبر يعني إن صبر الصبر يعني أنا متضايق الصبر يعني أنا حزين الصبر يعني أنا في داخلي جرح بسبب ما نزل بيه من مصيبة والمصائب ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنها متعددة وأنها ستصيب الإنسان وَلَنَبْلُوا أَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسْ وَالثَّمَرَاتِ ثُمَّ قَالَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصابر ده إنسان بداخله حزن لكنه يمنع لسانه عن أن ينطق بما يسخط الله يمنع يده وجوارحه عن أن تفعل شيئا يغضب الله يبقى الإنسان الصابر معناه معناه أنه جريح ومتضايق مش فرحان أبداً لكن الإنسان هذا لا ينطق إلا بما يرضي الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا يعني يا رب أعطنا عليها أجراً وأعنا على تحملها قال واخلفنا خيراً منها يقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ده اسمه الصبر يبقى المقام الأفضل هو صبر الإنسان إن صبرت نفذ أمر الله ولك أجر الأجر هذا جاء في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون قال الله تعالى عنهم أولئك أولئك اسم إشارة للبعيد والحقيقة البعد نوعين إما بعد مكان فتشير إلى من كان في مكان بعيد تقول أولئك وهم جمع أو بعد مكانه وهؤلاء رغم أن الله تعالى تحدث عنهم تواً إلا أنه وعبر عن أنهم في مكانة بعيدة عن نفسه في مكانة عالية فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يوم القيامة ينادى أين الصابرون فيقومون يقال لهم قبل الحساب ادخلوا الجنة بغير حساب أنا أسألك لو تحمل الإنسان كانوا مصيبة سنة اثنين عشر هذه الفترة كانت ثمنا لدخول الجنة وبغير حساب يعني لن تناقش في أعمالك فلان قم ادخل الجنة الناس لسه ما بدأتش في الحساب وهو دخل الجنة الملائكة تقول إلى أين الناس لم يبدأوا الحساب بعد يقول نحن الصابرون وما صبركم كنا نصبر على البلاء المصيبة تنزل نتحمل ونصبر وكنا نصبر على الطاعة بقوم وصلي وقوم الليل وتعبان وأواصل أصوم النهار أشعر بالمشقة وأواصل وكنا نصبر عن المعصية بقدر المستطاع الإنسان يبتعد عن المعصية المقام الأعلى هو مقام الرضا أنا أشعر بأن الله تعالى له حكمة وأن هذا الذي قضاه الله تعالى هو خير وإن فلان أنا بحبه لكن إنه كان يموت في الوقت هذا كان أفضل من إنه يستمر في عذاب أو إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ مني هذا المشروع أو أغلقه ولإن ربنا بفرغني الحاجة أفضل ولإن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني في مكان أفضل شعور الإنسان بهذا الرضا هو مقام ودرجة عالية حتى تصل إليه انظر إلى من هو أقل منك في العطاء انظر إلى من هو زاد عليك في البلاء انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تحمله وتأسب النبي صلى الله عليه وسلم وجالس الصالحين وابتعد عما يثير في نفسك الحزن والهم والغم أسأل الله أن يفرج كربنا وأن يصلح أحوالنا وأن يرضينا جميعاً إنه سميع قريب مجيب الدعاء والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته